بعدين بيقلك شغلي اراعرف كثير مهم انك انت ترضي الجمهور وتكون نجم جماهيري بس كثير صعب انك ترضي نخبط الجمهور نعم وانا هيدا هو التارجت تبعي هلا ان شاء الله اكيد كلتم مخاطق تكوني عم بتحقيقية انا بدي ارجع لك شكرا مرة جديدة على امل انه تكوني معي بالستوديو لاحقا ان شاء الله حبيبي بازن الله تانكيو سيرين مرسي لقلك باي بار اول شي شو بدي اقلك يعني سيرين تانكيو عكلامك الرائع انا بفتخر فيك انت نجمة عربية ولبنانية اول شي هيدا واجب علي انه انا اقبل انك تكوني عم تعملي مشهدك اكيد اول شي انت غير انك نجمة ومسرية انت عندك عائلة وانا بتفهم الوضع واكيد بك تروحي عبيتك مش هخليك تروحي اخر الليل انا ما ببلع على حالي لانك انت عز من اختي بدي اقلك ان شاء الله بنرجع ملتقى بعمل جديدة لانه الشغل معك في متعة في نكهة خاصة عم بصلي نرجع الاجتماع وبدي اقلك انه صحيح صديقتنا جديدة بس ان شاء الله بتدوم للابد رح نشوفكن بعمل سألتها هيدا السؤال تلا بتحب تشوفي حارك مع توني بعمل من بطولتكن هي قالت انه بتتمنى اي انت انا اللي بتمنى انا بتمنى اكتر مننا كمان يوم كيف تنتزروا هيك فرصة يعني انتوا مسلا بتروحوا بتحكوا المنتج بتقولولوا ان احنا عابلنا ممثل سوا اذا فيش مسلسل بيربق لنا او يكتبوا لكم شي يعني هلأ صاروا الكتاب بيكتبوا على اياس الممثلين صح بطلوا يكتبوا المسلسل ويعرضوا عن المنتج وينقل الممثلين صح صح لكن المنتج الزاكي بيستغنم الفرصة وبيقطوا في اللحظة يعني اليوم انت ناجح انت وسيرين ورامي بهذا العمل ممكن يفكر انه ليش ما بنعمل عمل سيرين وطوني هلأ الضاربين فمت علي ممكن تصير يعني او تنعاد السوليسية او تنعاد السوليسية ممكن بغير اشخاص او ممكن ما بعرف يمكن يمكن نرجعوا سيرين ورامي كمان عمل ممكن انا ورامي ممكن انا ورامي عمل مثلا شبابي اكتر ما ورفكون في نساء ممكن انا وسيرين فمت علي اصدقاء سيرين منهم اصدقاء نادين والعكس اصدقاء ماجي يمكن منهم اصدقاء سيرين حاليا كيف اصدقاء بالفن يعني هتحكي بالفن ايه انت كيف بتجرد حالك من هولي بسبب الخلفات عم بحكي اللي بتكون صايرة بينتهم انا ما بفوض بالخلفات بس كيف بتجرد حالك وبتضلق على مسافة واحدة من الجميع انا لاني بحب الجميع انا ما في قيل وقال بينهم ما بجيب سيرت فلانة وفلانة كل واحدة عين مين العرب لقلك بينتهم التلاتة؟ كلهم اقرب نفس الشي؟ يمكن ماجي بعدنا شوي بس ماجي ما حط راحة بقلبي بيبتعرف هده شي ماجي وسيرين مين اقرب شي بينتهم توني؟ بصراحة بين سيرين ونادين؟ وماجي؟ وحياتك مثل بعضهم بين سيرين ونادين؟ ما في مثل بعضهم نفس الشي؟ نفس الشي نفس الشي تنايتهم بحبهم لكن هلا واحدة منهم زعلت انه بقى تكون اكتر ولا واحدة بتزعل انه بيعرفوا انا بحب الكل وحياتك ما عندي مشكلة مع حدا نيائيا وبحبهم سوي سياد بعضهم كلهم ما تنسى في ورد الخال وفي دليدة وفي 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 لا انا عم بسألك عن هول لانه هولة في خلافات بينتهم اكيد ورد بعرف انت اصدقاء انت وجوزة وكانت بعرسك وبعرف دليدة وحكينا عنها وكلهم يعني وهلا ورد كمان عم تتحدر لعمل جديد بان باركرا باركتلا ما عرفت فيه ما عرفت فيه انا عم بخبرك شو هو اه ما فيه لا هيك بقول كتير عبزي اكيد مع ايجل خبرك اي مع ايجل حسات هيك كانت بشي كانت على انستغرام حسات في شي انه عم بتحضر لشي جديد مصبوح حسات هيك هلا بس حكيت انا عملتلك برصي هيك لانه رجعت دايما بتتابع عامل ورد حبه كتير ليش بعد ما شفناكم هلا مؤخرا سوا ناطرين ناطرين التأسوا انا كتير بحب بيشتغل مع ورد ورد كمان عندها هالي خاص فيه مين اكتر حدا هيك بعد يمكن ما اشتغلت انت وياها وعبالك تكونوا سوا مين ما اشتغلت انو وياها دانيالة الرحمة دانيالة عبالك تمسي انت ودانيالة كيف تشوف دانيالة جدا شاطرة مجتهدة باميلا الكيك بتجنن حبيبتي كيفك انت و باميلا كتير اسحاب عن شانا صورة تركية بشوفها اوه تسوها جنن باميلا 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 قريبة كتير مني يعني وباميلا نجمة 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 زعلت زعلت انو بي مؤخرا عم بيصوروا كل المسلسلات يعني كاي تتصور بلبنان ويستفيد منها اه فرق العمل اللبنانية اذا بدك وحتى الناس يالي بتأجر لوكيشنز وكل شي بلبنان صاروا كلهم بتركيا بدل ما يكونوا بلبنان وهل هاي دي السياسة اللي عم يتبعوها بتشكل خطر على الانتجات اللبنانية لك ايه بتزعل اكيد بس في شغلة انو عم بيستفيدوا لممثل كمان ليش انو عم بيطلع عم بيطلع بتقادة اجر اكبر من هون بس انو هاي هاي يعني افادي بس لجهة معينة بس انو في جهات كتير بتتضرر منها بعتد يمكن يخيه برع بيكون اسهلهم الشغل او اوفره اوفر على شركات الانتاج او اوفر على التليفزيونات ما بعرف شو الديباجي او بدل بدل لانو هادا المسلسل كان على الهواء قبل وتركيا بركي بدلون نفس المود ممكن ما بعرف ما بعرف ما بعرف صراحة ما بعرف مع يكون في العين بالعين جزء تاني لا ليش يكون في جزء تاني يمكن بيروي واحدة السبنانية جديدة لا تسرعت قلتلك لا والله ويردي كتير يكون في جزء تاني بيركب ويردي يعني في مطروح لا لا ديعتنا كتير مش مطروح ويردي عم بل لك ويردي انو ينعمل جزء تاني يعني ويردي ينكتب شي كمالة للقصة كمالة قصة ليش لأ بس ما فيه لا توني ولا سيرين شي رامي راصي مثل الهايبة بق تايم وصار كل سنة بيغيروله العناصر بيلبق له رامي بيتحب الهايبة ايه بحبه كتير عن جد طبعا بصلا أبو علي فيه ولو هلأ شلي شلي التحيز عائلة لا عم نمزح بس لازم ينتهي الهايبة برأيك احسن ما يصير مثل باب الحق ايه خلص ايه انا برأيي ايه تتضل الهايبة موجودة الهايبة مسلسل تخطى الحدود وتخطى أرض الواقع فكنا عم نحكي مسلسل بجزء صارنا عم نحكي بخمسة جزء في سينما رح تحضر أكيد بكرة زينما مكة ايه جنن حبيبتي زينما ف اه العمل قلتلك تخطى الحدود لمطرح كتير بعيد اه وصلوا نجومنا العرب السوريين واللبنانيين الى ازا بدك اه حدود هن ما كانوا توقع هنا غدا النظر عن انه النجم تمام حسن هو حالي استثنائي ومسل وخضرم جدا وبيلعب كل ادوار بشكل ممتز وعنده اداء رائع بس فيه ممثلين كتار اخذوا فرص كتير كبيرة بذلك مارسي لو وجودك مر معي يمكن ما بعرف لأي مرة وراح تضلك طول معنا اكيد كل ما يكون فيه عندك اي عمل ناجح وبارز وهيدا يلي بيربق لك توني حبيبي رالف وناطرينك اكيد بأعمال اكتر وادوار اكتر مرسي لك رالف وضلك بها لهمة مرسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة